موعد الاقتصادي الأول إذن لجوء الحكومة لقطع خدمة الانترنت أدى بالجملة أو لمشاكل بالجملة على المؤسسات الاقتصادية خصوصا التي تنشط في مجال التجارة الإلكترونية تفاصيل هذا الموضوع في سيق تقرير إيمان عيش قطع الانترنت مؤخرا من طرف الوزارة الوصية بحجة كبح الغش في الباكالوريا ضيعة على المؤسسات الاقتصادية الكثير وعطلت مصالح العديد من المؤسسات خصوصا الناشطة منها في التجارة الإلكترونية ل Quindi nous a mats en l'admini pour notre projet et ces deadlines-là ne sont pas respectées le fait que on a eu 2-3 jours ou la peut-être qu'on aura 5 jours sans connection et là on sera en retard par rapport à nos projets par rapport à la livraison de nos projets جزائر ومؤسساتها الاقتصادية مهددة بخصائر فادحة إذا ما تم الاستمرار في مهزلة قطع الأنترنت خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لا أعتقد أن اليوم يمكن أن يكون هناك إيقانات لا تقلقات لا تقلقات الإلكترنت ولا تقلقات كل إيجادة التي نستخدم تقلقات إيجادة لا تقلقات إيجادة لكننا نقول أن الوقت هو من الأمور لذلك أعتقد أنه من الأمور انقطاع الأنترنت لمدة خمسة أيام ستكلف الحكومة خسائر خيالية لكن هل هي واعية ومتفطنة إلى مثل هكذا خسائر إلى موضوع آخر الآن حيث تشهد صناعة والإسمنت حركية كبيرة منذ أشهر في ذل انطلاق مشاريع لإنشاء مصانع جديدة وتوسيع أخرى موجودة ما يوحي بأن الحكومة تراهن على هذه الشعب لترقية الاقتصاد الوطني أحمد رجدي والتفاصيل الإسمنت أو المعضلة الصعبة يبدو أنها وجدت البوصلة نحو الحل حيث يراهن قطاع الصناع على لسان الوزير عبد السلام بوشوارب على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير كلام لم يكن ذو معنى لولا الأرقام التي يترجمها الميدان في ظل تسجيل مشاريع عديدة في هذا المجال بناء مصنع جديد ببشار مع شراكة صينية بقدرة إنتاج تفوق مليون طن سنوية توسعة مصنع زهن بوهران بقدرة إضافية تصل إلى 1.5 مليون طن سنويا تطوير مصنع سلاس ببسكرة لتصل قدرته إلى 2.7 مليون طن سنويا بالإضافة إلى مصنع البسكرية التابع لمجمع عموري تسجيل مصنعين لشركة لافارج بولايتي المسيلة ومعسكر هذه المصانع تضاف لمصانع عديدة منتشرة عبر مناطق الوطن مثل سوري الغزلان وشلف وغيرها ما من شأنه رفع القدرات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه للتصدير أردنا أن تخطى عتبة التبعية البترولية أظن أن من الأنجح أننا نشجع هذه المؤسسات الإسمنتية حتى نكتفي ذاتيا ولما لا نصدر حتى نكون على مستوى تقوية الاقتصاد الوطني من الاستراد إلى التصدير هذا هو العنوان العريض لصناعات الإسمنت بالجزائر التي بدأت خريطتها في التوسع في انتظار تطوير قطاعات أخرى والابتعاد عن التبعية للنفط سجل الميزان وتجارية الجزائري عجزا بقيمة 9.8 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى لـ 2016 مقابل 7.23 خلال الفترة نفسها من 2015 أي بارتفاع في العجز بـ 35.5% حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك وبهذا سجلت الصادرات انخفاضا ملحوظا إلى 9.82 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى للسنة الجارية مقابل 15.39 مليار دولار لنفس الفترة من سنة 2015 أي بتراجع 5.57 مليار دولار ومن جهتها عرفت الواردات انخفاضا لكن بوطيرة أقل وسجلت 19.62 مليار دولار مقابل 22.62 دولار أي بانخفاض 3 مليار دولار